موسيقى حياكم الله في حصاد الأيام 16 تقسيم 2 يساوي 8 معادلة رياضية عقدت الأزمة السياسية في كاركوك فلا الكرد يتنازلون ولا العرب يقبلون ولا التركمان يحيدون إصرار يتمسك به جميع الأطراف وكل الوسائل لا تكفي لتحقيق الغاية أما إرادة الناخب فقد ذهبت أدراج الأمزجة فالأطراف المتضادلة لا تجلس على نفس الطاولة لخلافات وأسباب ومخرجات مبادرة السوداني شهران من اللاشيء فهل الاتفاقات الشكلية تفك العقدة أم تشبكها أكثر؟ هذا ما ستفرزه الأيام المهمة أهلاً نفتتح وإياكم مشاهدين الكرام ملفنا الأول بتقرير الزميل شيبان سامي عن تفاصيل أزمة تشكيل مجلس محافظة كاركوك ما زالت الصراعات معقدة بين الأطراف السياسية في محافظة كاركوك فلا توافقات ولا تحالفات تسهم في تشكيل الحكومة المحلية رغم تدخل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لحل الأزمة وتقريب وجهة النظر إلا إن الأمر لم يحسن بعد تتلخص أزمة مجلس محافظة كاركوك المكون من 16 مقعدة يمتلك فيه الكرد سبعة مقعدة مع مقعد واحد للمكون المسيحي ليكون المجموعة ثمانية مقعدة مقابل حصول العربة على ستة مقعدة مع استفاف مقعدين من التركمان معهم ليكون المجموعة ثمانية مقعدة أيضاً حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب أو سحب مقعد واحداً من الطرف الأخر لتشكيل الأغلبية تلقي عضو مجلس محافظة كاركوك بروين فاتح اللوم على العرب التركمان في التعنت بمنصب المحافظة وتبعد الأكراد عن الصراق مؤكدة إن الأزمة متعلقة بضرورة تقديم تنازل من الطرفين للمضي قدماً بتشكيل الحكومة المحلية إذن مشاهدين حوار ملفنا الأول سيكون مع الباحث في شأن السياسي الأستاذ علي نجدية مرحباً بحضرتك وأيضاً القياد في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ برهان شيخ رؤوف مرحباً بك أستاذ برهان باكنت تسمعني نعم أسمعك مرحباً بحضرتك في حصاد الأيام أستاذ برهان مرحباً بكم وأشكراً لكم ومشاهدين ومشاهدين أهلاً بحضرتك أستاذ علي أبدأ من جنابك يعني تعرف من انتخابات مجالس المحافظات لحد اللحظة الصراع في كاركوك على اختيار المحافظ لا يزال قائم ما الذي يعقد الاتفاق وحسم موضوع محافظة كاركوك حتى اليوم بداية انتحية لكم وأضيفكم الكريم وسادة المشاهدين طبعاً بالتأكيد المحافظات التي لم تحسب لحد الآن هي ديالة وكاركوك والسبب في عدم حسم هذه المحافظات لحد الآن هو التقارب في عدد الأصوات بين الكتل المختلفة سياسياً فبالتالي هذا يعقد الأزمة نعم الموضوع يعني خاصة كاركوك موضوعها معقد كون أنه يعني الطرفين تقريباً يمتلكون نفس عدد الأصوات ونفس عدد المقاعد في مجلس المحافظة بالتالي هذا يعني يؤزم الموضوع تعرف كاركوك إلى خصوصية كاركوك عبارة عن خليط كردي عربي تركوماني فدائماً ما يكون هناك يعني جدلية حول اختيار المحافظة وحول تشكيل الحكومة المحلية في كاركوك يعني تقريباً وضعها أشبه بوضع محافظة ديالة لكن أنا أشوف أنه الوضع في كاركوك معاقد أكثر من محافظة ديالة ننتظر التوافقات السياسية وما يعني ستقول إليه التوافقات بالتالي أكيد سنخرج من هذا النفق بتوافق سياسي وبتنازل جميع الأطراف إلى جميع الأطراف يعني التمسك بالرأي والتمسك بحدية القرار هذا يؤدي إلى يعني الوصول إلى طرق مسدودة الكثير من الحلول تنطرحها لكن حتى لحظة الطرفين لم يروا أن هذه الحلول هي المناسبة إذا سمحني أن تقول أستاذ برهان أستاذ برهان الكرد مع كوات المسيحيين أصبحوا ثمانية العرب والتركمان أيضاً ثمانية لمصلحة من ستترجح الكفة في مجلس محافظة كاركوك وبالتالي يحسم منصب المحافظ يعني حقيقة وزق في الكثير من وزق معقد وحساس وكما في العراق ككل يعني نحن نرى حتى تشكيل حكومات اتحادية في العراق في الاتاقة مشهور في كاركوك نفس الحالة حدثت والآن هناك يعني إذا ننظر إلى خابطة المقاعد وكما شرطي أنت إليها في بداية الحلقة يعني كرد لديهم سبعة مقاعد من ضمنه الاتحاد الوطني في كردستاني حصل على أعلى أصوات وأعلى مقاعد من جميع أكثر من جميع الكتل الموجودة في المجلس المحافظة هو عند خمسة مقاعد يعني من حق الاتحاد الوطني في كردستاني وكأول انتخابات في جميع الانتخابات التي أجلت في كرد منذ 2005 من حقها أن يطالب بالمحافظة يعني كعرف قانوني وكعرف في انتخابات ولكن مسألة التعقيدات معروفة حتى لكن العرب والتركمان يقول لك احنا كتلة متساوين مع الكرد ثمانية بثمانية نعم نعم يعني في أي اتحاد نحن الآن في حالة حل هذه الموجودة كيف حكمه وتشكيل مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ على خريطة الانتخابات يعني الكتلة الأولى حتى حتى هناك أنباء يريدون إخصائي الاتحاد الوطني في كردستاني خلال أيام الماضية في التدخلات خارجية من نوع من المؤامر والانقلاب على نتائج الانتخابات يعني أنت تريد واحد حصل على أكبر أكبر عدد من الأسواد وأكثر مقاعد في مجلس محافظة كردستاني أن يجعلوا خارج المعادلة وخارج حتى تشكيلات مجلس محافظة كردستاني يعني هذا في أي ديمقراطية إذا كانوا كنا واقعين ونحن كإتحاد الوطني وفي الزمن وفي الزمن كانت تلقي بمصالحنا من أجل لم تشمل ومشاركة جميع المكونات في إدارة كردوك والرئيس طالبان المخروض هو بالنفس يشرف على تشكيل حكومة محالية في الكردوك ولم يهمش أحد ونحن الآن في إتحاد الوطني كردستاني نطالب المحافظة لكن نريد مشاركة جميع المكونات دون إقصاء أحد بالمسيحيين التركمان العرب في إدارة كركوب وتشكيل حكومة كركوبة أستاذ برهان هناك بعض الحلول طرحت منها أنه يكون المنصب سنتيا للعرب وسنتيا للكرد ومجلس نائب رئيس مجلس محافظة للأخوة التركمان ورئيس مجلس محافظة نعم يعني نحن مع إعطاء النائب المحافظة للعرب هذا واقع ولكن المسألة سنتين بسنتين هذا أمر غير واطعي وغير عملي إدارة محافظة كردستاني ومحافظة خلال سنتين لا يمكن أن يتطبق برامجه أن يقدم كركوب ولكن الواقع الانتخابي في الكرد ومجلس محافظة السابقة وهذه ليست نهاية الدنيا هناك انتخابات قادمة مراحل قادمة في العملية السياسية والآن الكرد باعتبار الضحية الأولى خلال أهد البائد من الترحيل والتهجيل وابتعاد عن الكركوب وعدم إعطاء حق المواطنة في هذه المدينة ولكتعوز لهذه المظالمة الذي وقع بلكرد يريد تطمينات كمحافظة كركوب من أجل أن يستطيع أن يرجع المهجرين والمبعدين والمرحلين لمناطق سجرانهم يعني 50% من الذين هجلوا من الكركوب ورحلوا وتغيروا قوميتهم لم يرجعوا لحد الآن الكركوب بسبب المخاوم وعدم مجود تمأنين لدى حكومة محالية في الكركوب نحن شاهدنا حلال سنوات الماضية من تهجير الفلاحين واستلاع على أراضيهم وإبعادهم بقبل المحافظة بالتالي الطرف الثاني أيضا يطرح نفس المخاوف لأبناء قوميته إذا تسمح لي أستاذ برهان عود لحضرتك أستاذ علي بعد الحكومات المشكلة سابقا هناك مخاوف أنه في بعض الحكومات عندما كانت أغلبية أعضاء مجلس محافظة مثلا للكرد كان القرار المحافظ لا يرجع حتى لأعضاء مجلس محافظة وعندما أصبح للعرب بعد عام 2017 أيضا كان الأمر كذلك كيف من الممكن أن تحل الأمور بطريقة تنعكس إيجابا على سكان محافظة كاركوك؟ طبعا بالتأكيد محاولة أقصاء أي طرف من الأطراف التي موجودة من مكونات كاركوك هو طبعا خطأ كبير وبالتالي الأخطاء التي حدثت في الماضي يعني أعتقد أنه يعني الحكماء في العملية السياسية عازمون على إنهاء هذه الأخطاء وعدم العودة إلى أخطاء الماضي وخير دليل على ذلك أنه سيد رئيس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني اجتمع بالقوة السياسية الفائزة وحاول أن يخلق إدارة مشتركة من كل القوة السياسية ولكن تعرف أن هناك طموحات للوصول إلى منصب المحافظ ويعني مشكلة كاركوك معقدة بشكل كبير يعني هناك من يحاول أن يسبغ كاركوك بالصبغة الكردية وهناك من يحاول تعريب كاركوك وهناك من يحاول أن يثبت وجود التركمان في المحافظة لكن هذا كل ما يسب في مصطحة المحافظة يعني هذه الصراعات يعني الثنائية أو الثلاثية بين مكونات كاركوك لا تصب في مصلحة المواطن العراقي اللي موجود في كاركوك لكن الوصول إلى حلول منطقية وإلى حلول يعني تقود المحافظة للأعمار ولتقديم الخدمات بعيدا عن المحاصصاتية الضيقة والعنصرية والمحاولة إلى الانجرار إلى الهويات الثنائية فبالتالي كان لسيد رئيس الوزراء دور في احتواء هذه الأزمة لكن بالتالي الأزمة لحد الآن لم تحل وبالتالي هذا يعني يشكل عبع على المواطن اللي موجود هنا توقعات بأن الأزمة ستحل بعد عودة رئيس مجلس الوزراء من زيارته إلى واشنطن برأيك أي الحلول أقرب وهو الأنفع إلى سكان محافظة كاركوك يعني هو كما سمعت من زميلي يعني لا يقتنعون بموضوع المناصفة المنصب المحافظ يعني سنتين بسنتين بالتالي هذه يعني مشكلة يعني هو موضوع المنصب المحافظ هو الذي يشكل الصعوبة في تشكيل حكومة كاركوك المحلية لكن برأيي يعني هذه الأزمة ستنفرج يعني لازم تنفرج بالتالي بوجود الحكمة من القادة السياسيين اللي موجودين سواء في الإقليم أو في بغداد وبالتالي يعني ممكن الوصول إلى حل لكن هذا الحل يحتاج مثل ما قلت قبل قليل إلى تنازلات من جميع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع وبالتالي يصب في مصلحة المواطن الكاركوكي جيد أستاذ برهان ما هو السبب الأساسي برفض الجانب الكردي لهذه الالتفاق الأقرب الذي طرح وهو سنتين بسنتين حسب الواقع الانتخاب الكاركوب يعني ترى رغم أن لن يرجع الكثير من المرحلين إلى الكاركوب لكن لحد الآن الأكثرية للمكون الكردي في كاركوك يعني حسب جميع الأحصاءات الموجودة لحدها منذ سبع سبع وخمسين يعني يرى الكرد من الضروري أن يكون محافظة من الكرد بسبب المظالم الذي وقعت بحق خلال خمسين سنة الماضية والتركوك وتوابع منها الكرد يريد أن يكون محافظة لتركوك وبشراكة الجميع ليس الكرد يستوري على جميع المناصب لا من بين رئيس المجلس نائب المحافظ ومدير الشربة أن يوزع هذه على مكونات الأخرى ومشارك الكل في إدارة تركوك ولكن محافظة للكرد ومنظمها الاتحاد الوطني التنساني كأول الانتخابات وأرفع الأصوات وأعلى المقاعد الذي حصل عليها في انتخابات الأخيرة وقبلها في انتخابات مجال المحافظات وانتخابات حتى المجلس النواب في الدورات السابقة هذا واقع موجود في تركوك وليس بإمكان واحد أن يفعظ إرادته ويقوم بوجه عن حال في كاركوك نعم جيد اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي الكردستاني هل من الممكن أن يغير شيء من معاذلة كاركوك يعني نحن اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن يكون المحافظ القادي محافظا كرديا ومن المكون الكردي هذه الاتفاق موجودة بيننا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي لكولستان جيب كيف نعكست أزمة مجلس محافظة كاركوك على شارع الكاركوك لليوم بشكل عام يعني يجب على كما أشرت الزيتك الكريم يجب أن يتدخل سيد رئيس الوزراء بنفسه ويشرق كما كان في سابق الرئيس الراحل مام جلال هو يشرق بنفسه على الوضع في كاركوك في تشكيل حكومات المحلية يجب أن يتدخل الرئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني مباشرة وبنفسه ويجب إلى الكاركوك دخل سيد رئيس الوزراء وشكل اعتلاف إدارة كاركوك لكن شون شوفون نتائج هذا الاعتلاف يعني هناك تدخلات في كاركوك هناك كاركوك ليس أزمة داخلية وإنها أزمة إقليمية والعالمية نحن سمعنا خلال الفترات السابقة تصريح ونزيل الخارجية بلد جاري يجب أن يكون المحافظة كاركوك بشكل دوري يعني هذا تدخل في شأن العراقي يجب أن يحسن هذا في العراق وفي بغداد وأن يمنع تدخل أي دولة هذه الدولة يسمح للعراق أن يتدخل في تعين محافظي في ولايات هذا الأمر مرفوض يعني يدف على العراق أن يرفض أي تدخلات في الشأن الداخلي العراقي وخصوصا في محافظة كاركوك محافظة كعراق مصغرة فيها جميع المكونات وهناك نتائج للانتخابات والواقع والتحتالي كله يثبت يدرس بالعناية والإنصاف الواقع الحالي ويقرر على هذا الإنصاف وحسب التاريخ جغرافيا مظالم كثير من الأمور والمقياسات بإمكان السيد الرئيس الوزراء إتباعها واستناد عليها في حسم هذه المشكلة جيد أستاذ علي نظرا للتطورات والأحداث السياسية بالعراق خلي أقرأ لك هذا الناس الجزء الأخير ولما تقدم أعلن انسحابي من الترشح أو الترشيح لرئاسة مجلس النواب العراقي وكذلك أعلن عن استقلاليتي من جميع الكتل والأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان وأعمل كنائبا مستقلا لما تبقى من عمر مجلس النواب العراقي في هذه الدورة وكما أدعو كافة القوى السياسية وزملائية أعضاء مجلس النواب إلى تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي متمنيا لبقية المرشحين الموافقية والنجاح شو يوم؟ بيان اسمح لي البيان واضح مفاجئ لا لا مو مفاجئ لا لا اليوم قبل أن ندخل للستوديو نحن في الباب بس للمراقبين مو مفاجئ طاقيته هو طاق نفسي شن الموضوع شن السيناريو لا هو نشوف بعد الاعتراضات وبعد الجدلية التي حصلت على شيخ شعلان الكريم بعد الجولة الثانية من انتخاب رئيس البرلمان البديل يعني في الجولة الأولى تعرف أن شيخ شعلان جاب 152 صوت لكن في الجولة الثانية صارت أكو جدلية وصار أكو تدخلات وصوت عالي وتشنجات داخل قبة البرلمان بعد موضوع طرح موضوعة هيئة الرئاسة موضوعة الانسحاب في هذا التوقيت يعني بصراحة لا أعلم يعني الشيخ شعلان يريد أن يعاقب من بالتالي الاعتراض جرى على الشيخ شعلان من قبل أطراف موجودة كمستقلين أو حتى في الإطار التنسيقي لكن موضوعة الانسحاب بهذا التوقيت والدعوة أنا أشوف الانسحاب أمر طبيعي يعني أنه أكو حراك سياسي دائما وكو نواب ينسحبون من هذه الكتلة أو تلك لكن موضوعة الدعوة حسن تجلون ما تعرفون مرشحكم لرئاسة مجلس النواب ليش ينسحب أخ زعلان الشيخ زعلان لهجة الزعل واضحة في بيانة لازم أكو أسباب موضوعة أنه هسهو زعلان السياسة ما بيش يسمى زعل السياسة هي فن الممكن بالتالي اليوم إذا ما مر الشيخ شعلان مو معنى هذه نهاية الحياة السياسية ولا هي نهاية المسير لكن يفترض برأيي أنه كان يفترض أن يتعامل الشيخ شعلان ببراقماتية عالية ويغلب المصلحة العامة وموضوعة شوف أنا النقطة الأهمة اللي أثارتني في البيان أنه موضوعة الإسراع بعقد جلسة برلمان يعني أنت اليوم أحد المرشحين الأقوى في داخل قبة البرلمان وموضوعة انسحابك وأنه أنت تدعو إلى أن يتم الاستعجال في عقد جلسة الانتخاب نعم أنت بهذه الحالة ترجح الكفة الأخرى هذا بالتالي يعتبر ضربة للكتلة السياسية اللي كنت أنت في يوم من اليوم تقودها في داخل البرلمان هو تعرف أنه هو رئيس كتلة تقدم النيابية نعم فبالتالي بصراحة الموضوع يثير الكثير من علامات الاستفام حسن موضوعة الانسحاب ويجوز أنت مثل ما قلت زعلان هاي ممكن أنه يعني واحد يباوبها في تبويبات لكن موضوعة أنه الاستعجال في انتخاب رئيس البرلمان على الوضع الحالي ويعرف أنه هناك تحرك باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي وإضافة الفقرة رابعا في حال لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم فتح باب الاستبدال بمرشح آخر تقدم جهزة البديل مشت باتفاقات مع بقية الشركاء حتى اليوم نسمع بيان بهذه اللاجهة يعني أنا أشوف أنه تقدم ذهبت باتجاه أنه عدم كسر إرادة الشركاء السياسيين اليوم صار أكو جذلية حول الشيخ شعلان وحول ترشيحها بسبب فيديوهات سابقة فيما يخص موضوع تمجيد النظام السابق وطبعا هو تم تبريته من عده بسنة 2014 وهذا الذي ذاكره في البيان لكن بالتالي أكو صار اعتراض على ترشيح الشيخ شعلان وبالتالي كتلة تقدم احترمت الشركاء وبالتالي قالت احنا عدنا الاستعداد لكن القانون لا يسمح بالاستبدال نعم خلي نرجع نعدل النظام الداخلي ونضيب فقرة تعديل موضوعة إعادة الترشيح وبالتالي احنا جاهزين انه الرشح بديل بديل ما عليها جدلية يمكن هي هاي اللي بصراحة زعلت الشيخ شعلان لكن بالتالي يكون مصلحة عامة يعني اليوم مو معناته ان اذا ما صرت بالمنصب معناته اني لازم ازعل على كتلتي وانسحب واخلي كتلتي في حرج لا المفروض يغلب المصطحة العامة بالتالي اليوم انت ما زعلان على يعني كتلة سياسية انت زعلان يفترض ان يفكر ان هذه الكتلة من خلفها جماهير وبالتالي هذا استحقاق دستوري لتمثيل هذه الجماهير في رئاسة البرلمان فبصراحة اعتقد انه القرار غير صائب وخاصة في هذا التوقيت وخاصة الشطر الأخير من البيان في موضوعة الاستعجال وها بصراحة تثير الشكوك وكثير من علامات الاستفام ارجع لك ستاذ برهان انتو كاتحاد وطني كردستاني شون ايضا تنظرون لأزمة مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب وايضا ما يعني ظهر اليوم في موقع التواصل واعلنه الشيخ الشعلان في بيانه الاخير صحيح يعني قدم انسحابه من الترشح لرئاسة المجلس النواب حتى من حزب التقدم يعني هذا هو حر في قراره ولكن نحن في اتحاد الوطني كردستاني نرى من الضروري انتخاب الرئيس للمجلس النواب وعقى الحرية للمكون السني لتحديد مرشح التوافق بين الأحزاب والقوائم السنية لترشيح مرشح لرئاسة الفرلمان بالتوافق مع الكتل الأخرى الشيعية والكردية ونحن في العراق العمل السياسي قائم على أساس التوافق يجب أن يتفق الكل على انتخاب رئيس جديد لبرلمان وهذا أمر ضروري لأن العراق بحاجة إلى مجلس نواب قوي قادر على تشريع القرارات وقوانين مهمة خاصة القوانين ما يتعلق بالنفط والغاز وكثير من القوانين الموجودة في الدستور العراقي ولا يشريع القانون لحد الآن سواء كان مجلس الإتحاد وقوانين قد ينحكم الإتحاد كل هذه القرارات تحتاج إلى الرئيس برلمان قوي وقادر على إيجارة المجلس السواء في مرحلة مقبدة ونحن معه إسراء في انتخاب أستاذ برهان أنتم كطرف خارج هذا الصراع إلى ماذا تعزون سبب تأخر اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي حتى اللحظة ونحن 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 إلى الخلافات بين الملكات السنة يعني المنظر السنة لديه خلافات الداخلين لم يتمكنوا من تحديد مرشحة أو اتفاع على مرشحة الواحد وهو الصدق الرئيسي تقدر اتصال لتوقع بالأستاذ برهان أستاذ علي عود لي حضرتك إذا ما تم تعديل الفقرة الـ 12 داخل مجلس النواب بإعادة الترشيح من جديد كيف رح تصير الأمور هل رح تتقبلون أنه تبتعدون عن الترشيح شخصيا من داخل التقدم طبعا موضوعة التعديل الطلب تم تقديمه من قبل النائب محمد راضي المنتمي إلى دولة القانون وحصل على 74 توقيع يفترض بالقانون حتى تعدل فقرة بالنظام الداخلي تحتاج إلى 50 توقيع من مجلس النواب العراقي وبتالي مبدئيا جمعه 74 توقيع وموضوعة أنه يتقدم الطلب من شخص من خارج تقدم هذا دليل على أنه الكتل السياسية متوافقة وراغبة في الخروج من هذه الأزمة لكن موضوعة انسحاب الشيخ شعلان يمكن شوية يعني رح يأزم الموضوع ويمكن يكون هو انفراج أكثر موضوعة تأزيم بالتالي الشيخ شعلان بكل الأحوال لن يمر يعني أكو اجماع سياسي وأكو فيتو واعتراض على عدم تسمية الشيخ شعلان الكريم لرئاسة البرلمان خاصة بعد الجولة الثانية وما صاحبها من يعني من أشياء وجدلية داخل قبة البرلمان بالتالي أدت إلى رفع هذي سياسة وقرارات سياسية وماكن بالسياسة مضمون أي قرار ممكن يتغير بثواني و74 نائب موقعين غير مصوتين هذا موضوع غير مضمون أريد جواب ما موقف تقدم في حال لم يتم تحديل النظام الداخلي لمجلس نو أنا ما أقدر أجابك نيابة عن تقدم لكن أنا أقدر أجابك عن لسان السيد محمد الحلبوسي لما طلع في لقات الفيزيون قال قال أنه في حال ما مضمرة الشحنة وما تم تعديل المادة 12 أو بما معناه أنه تم كسر إرادة تقدم أو تهميش ها وبالتالي تم تمرير رئيس للبرلمان يعني رغما عن تقدم فبالتالي تقدم سينسحب من العملية السياسية ويعود في الانتخابات القادمة تعرف ما بقى على عمر البرلمان والحكومة يعني حوالي سنة واحدة لكن لا أعتقد أنه الكتل السياسية راغبة في كسر إرادات الشركاء خاصة مع قرب الانتخابات النيابية القادمة ومع شكل الأحزاب التي ستدخل مجددا للعملية السياسية خاصة أنه التيار الصدري أعتقد عازم على الخوض في الانتخابات القادمة وتشكيل التيار الوطني الشيعي الذي أطلقه السيد مقتد الصدر كيف أثر بطاقات أحزاب جديدة تشتت المكون السني خاصة بعد خروج سيد محمد الحلبوسي من أسط المجلس رأينا المواقف الجديدة تظهر على الساحة والكل يسحب بجهة شوف تقدم لحد قبل انسحاب الشيخ شعلان الكريم كان يمتلك 44 نائب يعني يمكن مع انسحاب الشيخ شعلان الكريم أصبح 43 نائب بالتالي يبقون لحد الآن محافظين على الأغلبية داخل البيت السني لحد الآن سريعة وبالتالي الشركاء من يعني خارج البيت السني في البيت الشيعي أو بيت الكردي يدعمون الأغلبية لا يدعمون كتلة بحد ذاتها لكن يدعمون الأغلبية في داخل البيوتات والكل يعلم أن الأغلبية لحد الآن تمتلك تقدم مع انسحاب الشيخ شعلان الكريم أيضا الأغلبية ما زالت لدى تقدم أريد أختم عندي دقيقة وحدة مرشح تحشون بهدوء وأريحية مرشح يمكن محاضرين إذا ما تعلنون عنه جوز الشيخ الزعلان يعلن عنه أكو مرشح قريب متفق عليه لديه مقبولي راح يطرح اسمه بالأيام المقبل لا للأمانة أكو أكثر من مرشح يعني بالتالي تقدم أبدأ يعني مرونة عالية مع الشركاء السياسيين خاصة مع الإطار التنسيقي وعرض جميع الأعضاء الموجودين في تقدم وقالوا إحنا ما عندنا مشكلة إذا تختارون أي عضو موجود في تقدم لرئاسة المجلس فبالتالي أبدأ مرونة عالية ولم يتمسك بمرشح بعينه وخير دليل موضوعة الشيخ شعلان الكريم وبالتالي يمكن زعل على تقدم وادى هذا الزعل إلى سحابه الظاحف في أشياء السياسي أو القياد في حزب لا لا أستاذ علي نجدية شكرا لحضرتك وأيضا شكرا للقياد في الاتحاد الوطني كردستان لأستاذ برهان شيخ رأوف إذن مشاهدين نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتصريح خاص لوزير الصحة لقناة الأيام وبعض القائمين على الحملة الوطنية للقاح الحسبة في مدارس بغداد والمحافظات بناء على زيادة إصابات الحسبة في المدارس الابتدائية قررت وزارة الصحة القيام بحملة وطنية شاملة لغرض تلقيح كافة أبنائنا من تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والآن نحن في زيارة لأحد المدارس لمتابعة هذه الحملة الحملة تصير بشكل صحيح وفق الأهداف المخططة لها اللقاح يشمل الوقاية من ثلاثة أمراض والحسبة والحسبة الألمانية وكذلك النكاف أدعو السيدات والسادة ولياء الأمور بالإسراع بإرسال موافقاتهم الخطية لإدارات المدارس لما لهذا اللقاح من أهمية بوقاية أبنائهم من هذه الأمراض المعدية الثلاثة هذه الحملة باشرنا بها بتاريخ 14-4 عشر تيام فعلية وهاي العشر تيام كلها الفرق الصحية متواجدة بين المدارس الابتدائية ورياض الأطفال قبنا بحملة لقاح ضد مرض ضل الحسبة في مدرسة الحمزة الابتدائية لهذا اليوم منعا لانتشار المرض وسلامة وحفاظا على أبنائنا للتلامير تمت العملية بكل نجاح ونتمنى أنه العراق خالي من أي مرض إن شاء الله إذن الآن ننتقل وإياكم لإنفوغراف عن تفاصيل حملة وزارة الصحة للتلقيح ضد الحسبة نتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن مشاهدينا محور حديث ملفنا الثاني سيكون مع مدير البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة دكتور فراس الموسوي مرحبا بحضرتك أهلا بجنابك دكتور حملة اللقاح ضد الحسبة ماذا استهدفت ما هي الفئات لعداد تفاصيل هذه الحملة طبعا شكرا جيزي جنابك الحملة طبعا اطلقت من وزارة الصحة العراقية تستهدف طلبة المدارس الابتدائية ورياضة الأطفال بحدود 7 مليون أكثر من 7 مليون تلميذ يجب أن نستهدفهم خلال هذه إذن من عمر أربع سنوات فما فوق نعم اللي متواجدين في المدارس في البنايات اللي هي تابعة لرياض الأطفال ومدارس الابتدائية لكون هي هذه البيئة المناسبة والبيئة المثالية لانتشارها كذا فيروس إلى قابلية قوية جدا بالعدو ليش بهذا الوقت التحديد نعم أكيد هناك بعض الاستقصاءات الوبائية على الموضوع وهناك زيادة في أعداد الأصابات على مستوى العالم في مرض الحصبة الحقيقة بالعراق بدت في نهايات عام 2023 وظهرت بصورة جلية وواضحة مع بداية عام 2024 ومن مراجعة من قبل اللجان العلمية في وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمتها الصحة العالمية واليونسية تم اتخاذ القرار لاستهداف الفئة الأكثر عرضة للأصابة والأكثر احتمالية نشر الفيروس لباقي فئات المجتمع لذلك هذه استهدفة الطلاب من دارس مثل ما ذكرنا لمحاولة كسر انتشار الفيروس وطرق العدوى وتقليل الأصابة ومنع ازدياد الحالات اللي يعني ممكن ان تزداد اذا ما قمنا بأي حملة وطنية شاملة ما ممكن الاستهانة بأي فيروس أو وباء وخاصة اذا خطورت بين الأطفال والمدارس تعرف عندنا أعداد بالآلاف دكتور اكو شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في بعض القنوات الإعلامية انه هذا اللقاح يمرض مؤصلي معدي بأمراض ما ادري يعني اليوم المواطن يتساءل لقاحكم من جيبوا مثلا من باب الشرجي صنعوا بالبيت يعني هو بس هذا اللقاح الحقيقة نحن نتعرض إلى هجمات إعلامية بين فترة وفترة ولن تكون الأخيرة هذه الحملة لن تكون الأخيرة وأغلبها هي مغرضة لأغراض يعني لا تمت لواقع ومصلحة الشعب العربي الحقيقة ليس فقط لقاح الحصب المستخدم حاليا كل لقاحات البرنامج الوطني التعصين ومن بدايته لحد هذا اليوم وراح يستمر لا يمكن إدخال اللقاح غير محتمل من منظمة الصحة العالمية والحقيقة منظمة الصحة العالمية لديها بروتوكول صارم في هذا الاتجاه ولا يطلق أي لقاح دا ما يعبر هذا البروتوكول من الفحوصات هذا الأمر محتوم كلها بروتوكولات عالمية متفق عليها مفحوصة من قبل الصحة العالمية من قبل حتى الصحة العراقية زين شون تطلق هذه الشائعات وليع شون الغرض من هذا التوقيت خاصة ونحن نتعرض لوباء ربما يعدي الكثير من أطفال ابتدائية وغير يعني ما أعرف ممكن جهل بالموضوع ممكن إساءة لبعض الشخصيات يعني ما أدخل بتفاصيل نوايا الأشخاص ولكن المتتبع والشخص العراقي ذكي متتبع الكلام اللي صدر من أحد الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أحد القنوات أعتقد راح يستقي من عدة شن القصد من الموضوع لأن أخذ معلومة غير صحيحة وما لها أي وجود علمي والحقيقة أثارت كثير منها السخرية لأن اللقاح يختلف تماما عن المسببات مرض الأيدز لذلك الحقيقة تعرضنا لهذه الهجمات وما أوعدك أنه راح من نتعرض ولكن فعلا في كل دول العالم يعتبر مسألة اللقاحات ومسألة الحماية من الأوبئة التي سببها الفيروسات مسألة عمل وطني لا يمكن التلاعب بها ولا يمكن زج ناس غير معنيين بالموضوع وغير مهنيين وغير يعني من الوسط الطبي بهذه بهكذا تصريحات من يروج لشائعات لا أساس لها من الصحة تضر بالمواطن بسلامة المواطن بشكل عام إذن يجب أن يحاسب حتى قانونيا زين أنت اليوم إذا عندك مشكلة مع شخص معين أو جهة معينة تطلق شائعة تعرف أنه الكثير من الناس يعني منقول الكثير لكن البعض اللي مستواهم مثلا تفكيرهم يصدق يقول هذا صحيح وراح يبتعد عن اللقاح وبالتالي رح يكون عرض لخطر الإصار نعم ولذلك حتى قانون العقوبات العراقية وقانون الصحة العامة يعاقب هكذا مروجين لهكذا إشعاد تضرب صحة الفرد والمجتمع وقد تؤدي إلى وفاة الناس تصل للعقوبات من سنة إلى ثلاث سنوات سجن إضافة إلى الغرامات إذا تسمح لي دكتور أخذ المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد عبر الهاتف أستاذ كريم مرحبا بحضرتك في حصاد الأيام أشاء الخير تحياتي لحضراتكم ولمشاهديكم الأكار أهلا بحضرتك أستاذ كريم كيف تقيمون هذه الحملة والتنسيق والتعاون بين الوزارتين لإنجاح وإنجاز هذه الحملة وصد الوباء المعرضين له فضل ابتداء طبعا هذا هو ليس التعاون الأول مع وزارة الصحة أو مع بقية المؤسسات بحكم أنه الصحة المدرسية هي جزء أساسي من البنية التعليمية لوزارة التربية ولدينا تواصل ولدينا مشاريع كثيرة نعمل عليها ثويا طبعا قبل هذه الحملة الكبرى كان هناك إطلاق لأسبوع الصحة المدرسية تضمن رؤية جديدة لإدارة قصة الصحة بشكل عام عبر طبعا تخصيص المنسق الصحي والربط بين المدرسة والمؤسسة الصحية ليس لغرب فقط اللقاحات إنما لتشخيص الأمراض ولإجراء الفحوصات الدورية ولأجل تدارك ما يمكن تدارك على مستوى الصحة العامة لطلبتنا لأنها جزء أساسي يتوقف عليه حتى مستوى التعليم باعتبار أن الطالب باستعداده النفسي والمعنوي والصحي يجب أن يكون بأعلى مستوى ممكن ولذلك هناك طبعا جرت في مرحلة سابقة كشف على الأسنان والبصر والنمو وغيرها هذه الحملة انطلقت قبل أيام وتستمر لمدة عشر أيام تستهدف طبعا مختلف المدارس في محافظاتنا أكثر من 23 ألف مدرسة ستكون إن شاء الله بانتظار الفرق الصحية أكثر من تسعة آلاف فريق صحي الآن منتشر يؤدي دورة بأخذ اللقاحات طبعا نحن فيما يتعلق بوزارة التربية جانب التنسيقي وجانب تهيئة ما يمكن تهيئة للفرق الصحية لكن على المستوى الفني تعرفون هذا شأن واغتصاص وزارة الصحة وبالتالي هي من لديها إدارة كنية للموضوع بشكل عام الأمر طبعا يجري بالتعاون بين الوزارتين وبمعية كذلك مستشارية وزارة التربية وأيضا طبعا في مكتب دولة رئيس الوزراء وأيضا المنظمات الدولية يونيسيف لذلك يعني هذه الحملة هي جزء من وعي على مستوى وزارة التربية ووزارة الصحة نأمل بأن يعني يكون هذا العام انطلاق الحالة الصحية والوعي الصحي بمدارسنا لأننا نعتقد أن هناك الكثير ربما من الطلبة الذين قد لا يتلقون لقاحات ورعاية صحية واهتمام وتشفيص مبكر باعتبار أنه بعض الأهالي يعني في مناطق بعيدة هناك قرى هناك ربما حتى في المدن أهالي مشغولين يعني وبالتالي يعني لا يتابعون القضية الصحية عن قروب لذلك نأمل إن شاء الله أن تتحقق أغراض هذه الحملة وأن تتحقق أغراض هذه الرؤية بشكل عام وتنعكس على مستوى صحة طلبتنا لعز نعم المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتفاصيل شكرا جزيل دكتور عود لي جنابك هذه الفرق المنتشرة حاليا في بغداد والمحافظات فقط داخل المدن أم أنه وصلوا لمثلا المناطق النائية التي تعرف هذه المناطق وما تكون أيضا خطرة وتفتكر إلى بعض الرعاية أكيد مثل ما ذكر المتحدث وزارة الصحة أن هناك أكثر من 23 ألف مدرسة من شمال العراق إلى جنوب وهي منتشرة أكيد في كل القرى والأرياب ومراكز المدن وكلها مستهدفة بزيارات شو راح تقدرون ضغطون 23 ألف مركز عندنا 9258 فريق تلقيحي مكمن من ثلاث عناصر يوزع العمل على عشرة أيام لزيارة هذه الرقعة الجغرافية طبعا هناك توزيع وهناك خطة عمل الخطة عمل تضمن زيارة كافة المؤسسات الصحية وزارة الصحية والتعاون مع رأس الوزراء ووفرت كل الاحتياجات اللوجستية من سيارات ولقاحات ومستلزمات أخرى للوصول وتغطية كافة الطلبة ضمن هذه المدارس إن شاء دار ريد فد إحصائية للأعداد أو نسبة للطلاب الذين تلقوا اللقاح حتى اليوم طبعا وشكتين طلقت الحملة بالتحديد طلقت يوم لأحد يوم 14 مباشرة ما بعد هذا 14 نيسان وتستمر لمدة عشرة أيام عمل فعلية الحمد لله النتائج وبفضل التعاون الكبير اللي يحدث بين وزارتها الصحة والتربية والتعاون دارات المدارس الآن نتائج اليوم الرابح حققنا 3 ملايين و2 ألف طالب تم تلقيهم بالأربع أيام والليمثلون 44% من الهدف اللي نتعمل أن نصل اللي هو أكثر من 7 ملايين و300 ألف طفل فإن شاء الله إن شاء الله الأمور ماشا بالسياق الطبيعي وضمن التقديرات اللي رسمناها خلال تحضيراتنا لهذه الحالة إذا نريد نريد نرجع على موضوع اللقاح شنو منشأ اللقاح ونجود تحت البعض ربما حتى يتمئن أكثر منه نعم هل هو بالتالي يتوجه وعطاء أولادهم اللقاح اللي حفاظ عليهم نعم بالنسبة لللقاح هو هذا اللقاح بالذات مستخدم بالحراق من أكثر من 40 سنة يعني أنا من جبت اليوم ولا هو إحنا عمرنا ملقحين به والبعدنا 40 40 سنة أكثر من 40 سنة أثبت نجاحه أثبت نجاحه كان العراق من البلدان الأكثر توطنا بالحصبة وما أدري إذا حضرتك تذكر كانت الأمهات مني ببعدين بينات ابنش حصب لو بعدها وكنما الحصبة لا بد منها مثل ما الطفل لازم يمشي لازم يتطلع أسنانه لازم يصاب بالحصبة وهذا في الشي محتقد خاطئ بينما هو الحصبة حال حال بقية الأمراض التي تمنع بباسطة اللقاح الحمد لله من بدأ برنامج التحصين بشكل رسمي عام 1985 بدأت تتناقص الأعداد وبدأت تأتي موجات وبائية متفاوتة بعيدة يعني صارت فترات بعيدة كل 7-8 سنوات تحدث عندنا موجة وبائية والحمد لله العراق وفضل هذا اللقاح المستخدم مثل ما ذكرنا سلفا من عشرات السنين الحمد لله بدأت الموجات الوبائية تتناقص وتتباعد وإن شاء الله نحن في الطريق إلى السيطرة على هذا المرض نهائيا إن شاء الله شنو خطورة عدم علاج مثلا الحصبة من الممكن أن تصل بعض الحالات إلى مرحلة خطرة طبعا هو فيروس الحصبة من الفيروسات شديدة العدوى اللي ممكن الشخص الواحد ينقل العدوى إلى عشرة وكل واحد ينقل إلى عشرة فأكون متوالية كبيرة جدا في هذا المجال خطورة أكو خطورة عالية في موضوع أكو خطورة عالية في عدم علاج الحالات لأن هناك مضاعفات كبيرة للفيروس قد تصل لا سامح الله للوفاة وهناك نسبة إمهاته تصل إلى 20 وأكثر من 20% في بعض الدول نعم وللأمانة الواقع الأمثل والحامل الأكبر والمانع الأكبر لحدوث هذه المضاعفات هو اللقاح لذلك الوفيات اللي سجلت في بداية عام 2024 لأطفال دون التسعة أشهر وهم غير ملقحين للأسف لأن لم يصلوا إلى مرحلة أخذ اللقاح لذلك إحنا استباقيا دا نعمل في سبيل كسر سلسلة نقل العدوى وقطعها وإيقاف هذه الحالات هذه الثقافة والتوعية كل شمال لموضوع اللقاح ضرورية جدا نعم إذن مدير البرنامج الوطني التحصين في وزارة الصحة الدكتور فراس الموسى ويشكرك جزيلا شكرا على هذه المتابعة شكرا جزيلا لحضرك إذن مشاهدين نروح وياكم حتى نشوف أبرز الآراء المطروحة في منصة X حول حادثة اغتيال بلوغر في أربيل في ظلي صمت إعلامي مطبق المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إذن ختام الحصاد بمجز الأخبار انطلاق أعمال الدورة الثامنة لملتقى السليمانية الدولي بحضور كبار الشخصيات السياسية والحكومية وزير الداخلية يؤكد أن العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم الجنائية والتهديدات الإرهابية والنزاعات العشائرية وزير التجارة يعلن خروج العراق من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار المواد الغذائية وزارة والزراعة تعلن اتخاذ جميع الإجراءات لتسليم الحنطة المسوقة وتسديد تخصيصات الفلاحين النزاة تعلن صدور حكم بالحبس ثلاث سنوات لمسؤول بمديرية شهداء الكرخ يقترافه جريمة الكزب غير المشروع حصاد الليلة امتهى شكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة